أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاغ لم يقتصر التمييز ضد المرأة في الغالب على مجتمع دون آخر ولم تسلب حقوقها في بلد دون بلد كل ما في الأمر أنها كانت ولا زالت في بلد ما في زمان ما إما منتقصة الحقوق أو غير مكتملة الحقوق إلى أن يأتي رجل أو حاكم أو مجتمع فيثور في وقت من الأوقات ليرد لها حقوقها ويثاويها بالرجل في الحقوق والواجبات لذا نجد أن بعض المجتمعات تجاوزت هذا الأمر والبعض الآخر لا يزال يصارع عليها مشاهدين الكرام هاشتاغنا الليلة بعنوان المرأة ما لها وما عليها أرحب بضيفتي الكريمتين أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة معصومة مبارك أهلا بك دكتورة معصومة أهلا وسهلا شكرا وأيضا أستاذة العلوم السياسية الدكتورة مريم الكندري أهلا بك دكتورة معصومة سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير الافتتاحي ومن ثم نبدأه حوارنا شاهدنا هذا التقرير الافتتاحي والبداية مع الدكتورة معصومة مبارك أهلا بك من جديد دكتورة معصومة في البداية كيف ترين وضع المرأة الكويتية بشكل عام والسياسي بشكل خاص وهل يتماشى مع طول تجربتنا السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على وضع هذا العنوان لهذا البرنامج المرأة الكويتية بالتأكيد يعني التطور والتغير سنة الحياة فتم يعني هناك نقلات نوعية وقفزات للمرأة الكويتية شاركت فيها كانت طبعا وما زالت تطالب ببعض الحقوق يمكن المطالبة الأطول كانت في يعني استمرت من عام 1971 إلى 2005 وهي المطالبة بالحقوق السياسية لأن المطالبات سواء كانوا من قبلي أو من معي أو من بعدي يرون بأن المطالبة بالحقوق السياسية هو المفتاح الذي يؤدي إلى فتح الباب أمام الحقوق المجتمعية والحقوق الأخرى المدنية يعني هناك نقص في الحقوق المجتمعية والمدنية المرأة؟ بالتأكيد بالتأكيد الحقوق السياسية ليست هي البداية والنهاية وإنما هناك حقوق وقوانين مميزة ضد المرأة وبالتالي تعديل هذه القوانين لا يمكن أن تتم إلا من خلال أن يكون هناك وعي وعي لدى المشرع وعي لدى السياسي وعي لدى المجتمع بأهمية تعديل القوانين بما ينصف المرأة لأن يفترض أن القوانين متساوية للرجال والنساء ليس هناك قانون للمرأة وقانون للرجل يفترض بأن الجميع متساوي أمام القانون ولكن لأن المرأة الكويتية حجبت عن المشاركة السياسية وعن صناعة القانون وعن سدة صنع القرار سنوات طويلة فسنت الكثير من القوانين بغياب المرأة وبالتالي هي قوانين مميزة ضد المرأة يعني القوانين ما قبل مشاركة المرأة السياسية كانت ضد المرأة؟ كانت قوانين مميزة ضد المرأة فرق كبير بين قانون ضد المرأة وقانون مميز ضد المرأة شنو معناته؟ معناته أن القانون يفترض أن القانون لا يؤنث ولا يذكر أن القانون الحقوق والواجبات واحدة للرجل والمرأة في أي قانون من القوانين قانون العمل، قانون الرعاية السكنية، قانون كدمة المدرية قانون يشمل، بس تكون بعض الفروقات اللي هي مثلاً قانون إجازة الولادة إجازة الولادة ورقم أننا الآن في بعض دول منحوها للرجل والمرأة مؤخراً لدولة الإمارات العربية المتحدة إجازة ولادة للرجل؟ يسمونها إجازة أمومة، ما هي إجازة ولادة، إجازة أمومة وشنو تسمى للرجل بالإمارات؟ شلون؟ هي موجودة بالإمارات الآن تمنح؟ أظننا يوم المرأة العالمي تم تعديل بما يمنح الرجل بعض المزايا يعني رعاية أسرية ممكن تقول؟ رعاية أسرية، وهذه هي رعاية أسرية إجازة أبوة نقدر نسميها؟ لا، لعاية أسرية، لماذا نسميها مرأة أو رجل؟ رعاية أسرية بحيث أن الأثنين يساعدون في خدمة في رعاية هذا الطفل المولود على كل حال فبالتالي هناك تمييز في القوانين ضد المرأة وبالتالي هذا التمييز، يعني ساعد حول هذا قبل المشاركة السياسية للمرأة قبل المشاركة، وما زال للحين، لكن قبل المشاركة وعندما شاركت، صححت المرأة هذا الأمر؟ بدأنا في عملية التصحيح، يعني لما دخلت المرأة معترك الحياة السياسية بدأ المشرعون يلتفتون إلى مطالب المرأة لأن أصبحت المرأة ثقل انتخابي، أصبح لها صوت مؤثر وبالتالي لا بد أن يكون هناك تجاوب مع مطالب المرأة لا يمكن أن تعامل المرأة فيما بعد الترشح والانتخاب كما كانت قبل ذلك، فبالتالي صار هذا التعديل فإذن هناك ما زال، رغم إقرار الحقوق السياسية للمرأة ما زال هناك مطالب تنتظر من المشاركة ومن القيادة السياسية رح نتكلم عن هذه المطالب، رح نتكلم عنها شاء الله دكتورة مريم، أهلا بك من جديد دكتورة مريم نبدأ نتكلم عن وضع المرأة الكويتية بشكل عام برأيك وضع المرأة الكويتية بشكل عام؟ يعتمد أين تقع هذه المرأة؟ موقعها في العراب في جميع المواقع نتكلم هل هي سيدة بيت؟ هل هي إنسانة عاملة في تخصصات مختلفة؟ هل هي موجودة كمواطنة تعمل داخل البلد؟ هل هي مواطنة خارج البلد؟ مواقع مختلفة للمرأة هي أسوة بالرجل تعمل في مناحي كثيرة وفي المرحلة الأخيرة نشوف مجالات جديدة تطرقت لها المرأة مثل العمل كسيدة أعمال خارج الكويت تتمثل وتستثمر أموالها في بقاع العالم أسوة بالرجل الكويتي هذا اللي لاحظت في توجه جديد وكذلك عندنا المرأة الكويتية دخلت باع العسكري ونأمل إن شاء الله مستقبل أن تدخل باع العسكري يعني وضعها زين؟ باب القضاء والله باب القضاء أتمنى أنه يطرق من جميع الأبواب من قبل الرجل والمرأة لا وضعها الآن زين يعتبر بما أنها شاركت في هذه المجالة؟ لا المرأة تسألني أنا كسيدة أنا ما أخذ حقوقي كاملة أستاذ الكريم يعني الدكتورة مريم الكنديلي كسيدة في البيت ولله الحمد فاعلة وسيدة خارج البيت في قضنطاق العمل سيدة فاعلة وأنا أعتقد يعتمد على المرأة الكويتية إذا تعبرت نفسها هناك حقوق مهضومة وهي ساكت عنها معناتها هي أخطأت في عدم التطرق لقضايا التمييز ضدها يعني دكتورة مريم لا ترى فيه شيء مهضوم بالنسبة لا لا أنا أعتقد فيه سيدات كثيرات يرون سيدات كثيرات وفتيات لا يعرفون مدى الإساءة لحقوقهم المدنية في المستقبل ولكن نعمل إذا وصلت إلى يوم من الأيام إلى عمري وعرفت أن هناك حقوق مهضومة لم تأخذ من قبل القيادات السياسية الموجودة في الوقت الحالي ومن الأفاضل من أخوان النواب والنائبات معناتها بالفعل قصرنا في حقوق الفتاة والمرأة الكويتية في المستقبل فمعناتها بالفعل أنا أيد زميلتي وأستاذتي الدكتورة معصومة مبارك في أن بالفعل هناك حقوق حضرتها وأنا أخذنا حقوقنا أمانة في البيت وخارج البيت ولله الحمد نشكر لهذه الدولة ونشكر الأمكانات يعني مسألة ممسألة تشريع القانون القوانين موجودة تكفى الحقوق المرأة توجد ولكن هناك قوانين لا زالت تحتاج إلى معالجة كبيرة يعني هناك خطوات واسعة قامت بها المرأة الكويتية خلال فترة الماضية بس أنت حملت المرأة نفسها المسؤولية لازم أحملها المسؤولية الرجل لن يسعى لهذه المرأة الفتاة والمرأة يجب أن تطرق حقوقها رجل مؤقر الحقوق السياسية المرأة لم يقرها مجاملة كان هناك دفع قوي من المجتمع المدني والمتحركات والأكتبست رجال والنساء بالنهاية القرار عندهم في مجلس الأمة تم إقرار الحقوق يقرأها عص عمره طويل الذي قروره أنه هذا الشيخ الله يطوله بعمره الشيخ جابر الله يرحمه ورئيس مجلس الوزراء أنا ذاك والشيخ سعد العبد الله والشيخ صباح الأحمد أمير العالي والقيادات الفاعلة والناشطة في الكويك الله يطول بعمر الحي منهم يرحم الأموات يا رب الدكتور معصومة المبارك هل ظلمت المرأة في تجربتها البرلمانية من حيث تقييمها الذي كان في الغالب جماعيا وليس فرديا كما يقيم الرجال خليني أوقف قبل أن نمشي في هذا الموضوع ورد على سؤالك الكريم فيما يتعلق بالنسبة للحقوق الحقوق أكو بعض حقوق لا يمكن أن تحصل عليها المرأة إلا بتعديل بعض القوانين عندما تعدل بعض القوانين يكون هناك القانون منصف فيما بعد تطبيق القانون هي قصة ثانية أن أنت عندي قانون عدلته أصبح القانون منصف للمرأة و للرجل قانون متساوي لكفتين لكن أن عملية التطبيق يكون فيها تشويه أيبلك على سبيل المثال فضل لا حضر فيما يتعلق بالنسبة لقانون الرعاية السكنية قانون الرعاية السكنية هذا قانون صار زجزاج بالنسبة للمرأة في مرحلة ما قبل 76-79 في هذه المرحلة كانت المرأة لها حق الرعاية السكنية كما الرجل نتكلم عن القرن الماضي بعدين في تقريبا بالثمانينات تم إيقاف حق الرعاية السكنية للمرأة أي بما معنى أن ما كانت تحصل عليه المرأة من الرعاية السكنية المعدرة أظن في التسعينات أو نهاية الثمانينات أوقف الحق الرعاية السكنية للمرأة وأصبحت المرأة بلا مضلة في الرعاية السكنية هذا قانون صح هذا تم إيقاف الرعاية السكنية للمرأة بقرار في ذلك الوقت من وزير الإسكان والقانون كان يتيح كان القانون كان يتيح ثم تم كان هو قرار ليس قانون عشان شريح نقول دائما أي قرارات فيها نوع من الإنصاف للمرأة هي لن تصمد مع الوقت سيتم يعني حسب الوزير الموجود أو المدير العام الموجود أي أن كانت المرأة أنا شوف تصريح الوزير الإسكان يقول أن حق الرعاية مكفول للأسرة الكويتية اللي هيكون الأب كويتي والأبناء كويتيين بالضبط أما الفرد الكويتي بالضبط نحن الآن ننظر إلى المرأة كمواطن المرأة كمواطن وبالتالي لها للرجل الدستور ما يقول لك ولا يصنف للأسرة يقول المساواة أمام القانون المساواة أمام القانون أي قانون أنت متساوي معي أمام القانون وبالتالي نحتكم إلى هذا القانون هي للرعاية السكنية نعم كانت تعطى للمرأة الكويتية كما للرجل المرأة الكويتية في هذه الحالة من هي المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتية وبالتالي الأسرة أحد أفرادها كويتين وأحد أفرادها غير كويتين فكان هناك زي الحين الريال ممحصل سكن دكتور ماصر إذا تناقش بهذا الأسرة فيها بالتالي عندك أنت داخلك أفضلية للريال إن الريال ممحصل شو تطلقين للمرأة لا صعوبة لا إحنا نتكلم أن أنت مواطن وأنا مواطنة فبالتالي اثنيننا أمام القانون متساوين بما أن هناك موارد للدولة فموارد الدولة يجب أن لا تبخص أي مننا أنا ما أقول لك والله أعطي المرأة وإنسها الريال لا لا هذا ما أقول لك ياها أقول لك ياها الأثنين لهم رح نعطي المرأة والريال دكتور لكن أعتذر منك فاصل عندنا ورح نكمل حوامنا إن شاء الله شهد الكرام فاصل وأنا أود لكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دكتورة معصومة مبارك نبي الرد للنقطة التي توقفنا عندها في مسألة بالضبط أنا اللي بغيت أقول لها أنا أقول لها أن الموضوع لا يقاس بمدى رضى الفرد رضى هذه المرأة هذه المرأة تكتشوف روحها أنه الحمد لله أن كل متطلباتها محققة وبالتالي لا تحتاج إلى أي تعديل كل الأمور محققة لكن أنا أقول لك أن هناك قوانين تميز ضد المرأة فبالتالي تعديل هذه القوانين هذه مسؤولية السلطة التشريعية ومن ثم تحالل السلطة التنفيذية لأجل التنفيذ ونلتفت مرة أخرى إلى عملية التنفيذ في بعض الأحيان القانون يكون رائع ممتاز في السلطة التنفيذية وتضع لائحة مشوهة للقانون لائحة مميزة لأن من يقوم بتطبيق أو بوضع هذه اللائحة يعني داخلها في عقلية تمييزية داخلها هو يرى بأنه مثل ما تفضلت مساعة قبل شوي إحنا ممحصلين بعد نعطي المرأة فيصير هذا النوع من صياقة اللائحة التنفيذية بشكل مخل للقانون نية للتطبيق نفسه نسميهم حراس القانون أنا القانون حطيته وحطيت لائحة اثنين هم زينين لكن أي شخص يطبق القانون مو مقتنع بهذا القانون وتعال عاد ذك الساعة يكون يعني عدم تطبيق القانون هذا طبعا أرفع دعوة وما إليه فبالتالي من له نفس يعني كثير من الناس ما عندهم نفس نعم تضحت السورة دكتورة فبالتالي إحنا نحتاج إلى تعديل القوانين نحتاج إلى أن يكون هناك أمانة في تطبيق القانون حتى لا يكون حراف نلائحة داخل عن الهدف من القانون ذلك نعم دكتورة مريم ما هي باعتقادك أسباب المخرجات الانتخابية النسائية المتواضعة يعني المجلس الحالي مثلا فيه نائبة واحدة يعني نائب واحد ووزيرة واحدة مخرجات ضعيفة ضعيفة بشكل لا يبشر بالخير أمانة لماذا؟ كانت المخرجات يعني تبشر بالخير في بداية الأمر في بداية أنت نفسك تقول في مخرجات كنا نتوقع كانوا أربعة كنا نتوقع عشرون عشرة ولكن مع الأسف الشديد لما يكون عندك مخرجات واحد بواحد يعني أنا أعتقد فيه نسبة المرأة من شوي بالبرنامج قلت أن عنده أكثر من عدد سكان الكويت أكثر من النص إذا ما قلت ثلاثة أربعة أنا أقول لك كلها إناث فأنا أعتقد أن يكون التمثيل بوجود سيدة في السلطة التشريعية وسيدة واحدة في السلطة التنفيذية يعتبر بشكل كبير ضئيل أنا أعتقد يعول هنا الخطأ الكبير على الحراك السياسي للتكتلات السياسية وبالأحساب السياسية التي أكدت على ذكورية شددت على ذكورية المجتمع بمرة ثانية وتخطط جميع استخدمت أداة الدين بقوة وبشدة للتأكيد على دونية المرأة وعدم خروجها خارج البيت وأنها ترجع كما كانت من أمية سنة أو أمية وخمسين سنة فقط سيدة ترعى البيت كلنا سيداتنا رعى بيوتنا ونحافظ على بيوتاتنا ولله الحمد ولكن هذا لا يمنع أن يكون لي دور اقتصادي ودور سياسي أنا أعتقد السيدة الفاضلة الموجودة أمامي في يوم واليام تطرقت إلى قانون يحمي حقوق المرأة ويجعلها من القوة الوطنية اتهموا النساء في ذلك الزمن أنهم يظلموا المرأة في أنه لازم يكون سنة تقاعد مالها قالت هي لا يجب أن تكون مرأة الكويتية جزء مكمل مش جزء مكمل ولكن جزء أساسي في القوة الوطنية الكويتية اقتصاديا الناس فهموها قراراتهم بطريقة سيئة أنا ذاك وأنا كنت واحد من الشهود على الإساءة التي أصبحت وكانت واضحة ضد هذه الإنسان الفاضلة وغيرها من زميلاتي اللي كانوا موجودين في مجلس الأمة سابقا وأنا أعتقد كثير من السيدات الموجودة خارج لمن يشاهدون البرنامج حالا سيدفعون الثمن مش حاليا فقط ولكن في المستقبل بناتهم بناتهم والجيل القادم سيدفع الثمن عندما تخرج المرأة لتكون مرة ثانية بعد 200 سنة ترجع إلى ما كانت عليه جدتي حتى جدتي كانت فاعلة في المجتمع أكثر منها ستكون يعني المرأة حقوقها قبل أفضل من الآن وعطاها أنا لا أقارن يضيع الوقت أنا أنت تتكلمني عن الحاضر أنا أقول الإساءة الكبيرة لعدم وجود المرأة لا في القطاع حتى في القطاع القوة العاملة يبوني صغرون يقول تعال نزلها إلى أنها تشتغل 20 أو 5 ساعة سنة أنت ضد هذا الأمر؟ طبعا أنت مع مساواتها بالرجل في سنوات لحظة متى تحطي المرأة إذا 5 ساعة سنة هي بس قاعد تنتج وما شاء الله تنتج أطفالها فترة تعطاها يكون في مرحض الأربعين 45 سنة 60 سنة الأستاذ الفاضل لا تعرف شنو أنا أقصد يعني يزيدون سنواتها عن الرجل يشهدون على أن العطاء الحين لأن أنت متفرغ للعطاء أنت في فترة العطاء البيك تايم مالها دولها روح قاعدة يتقاعد في البيت وخلني يبعى مالها وافدة من بره وبعدين يصير احتجاج كبير على الخلل الموجود في التركيبة السكانية الكويتية إذا المرأة الكويتية تؤيد هذا الأمر؟ المرأة الكويتية هذا قلت لك أنت يجب أن تحرك وعي هذا الإنسان ولكن تشنه استخدمت الدين ضد هذه المرأة وعلى طول الرسائل لمدة 35 سنة أنت تستخدم الأداة الإعلامية والأدوات المختلفة الأداة الإعلامية وياكم الآن دكتورة مريم كيف تقيمين؟ مش هذه الأداة أداة الأخرى واستخدام وسائل أخرى لوصول المرأة من خلال خنوات تنشئة للرجوع بالمرأة إلى ما كانت عليه ريت علي ما كانت إلى أسوأ ما كانت عليه كيف تقيمين تجربة المرأة في التيارات السياسية؟ مع الأسف هي حين مبسوطة لتيارات السياسية لوجود زميلة واحدة لها تمثلها في قطع وزاري واحد فقط لا غير هذا لا يكفي التيارات مبسوطة لهذا الأمر؟ نحن مش مبسوطين التكيارات شيء همها؟ يهمها أن تكون مرة معزولة عندك التكتلات الأخرى المعتدلة وينها على المسرح؟ يهمهم أن تكون مرأة معزولة؟ حتى لو لم تكنت معزولة لا يعني يهمهم هذا الأمر تكتلات السياسية عندما رشحت رشحت من يمثل التيار ولم تمثل الكفاءات من منظور الإنصاف أو الكفاءة هي تختار من يمثلها في هذا التكتل السياسي والدكتورة مريم عفوا لا تمثلهم في هذا التكتل السياسي إذن أشكال الدكتورة مريم من المعتدلين لا يعتبروا ممثلين في الجهاز لا النيابي ولا في الجهاز السلطة التنفيذية أمانة وبعدين عفوا ليست بضرورة أن أكون موجودة في تكتل السياسي حتى أطلع على السطح السياسي الدولة تستطيع أن تكون قادرة على تعيين الكفاءات من النساء في مواقع مختلفة في الدولة ولا نحتاج إلى كوتا أو نحتاج إلى الانتخابات الدولة تستطيع لأن طبيعة النظام نظام مركزي وعملية التعيين أكثر من عمليات الانتخاب دكتورة معصوما مع أي من النظريات تميلين في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة نظرية المساواة التامة الأقرب إلى النموذج الغربي أم المساواة النسبية أو لنقل التمييز المبني على الفروقات البيولوجية أو الاجتماعية أو حتى المبنية على أسس دينية وهي الأقرب إلى النموذج العربي الشرق أوسطي دعني أعرّج قليلا على الكلام بإيجاز شيء بالنسبة لموضوع الانتخاب ونتائج الانتخابات نتائج الانتخابات طبعا عكست درجة الوعي لدى الناخبين عموما رجالا ونساء في بداية الأمر أنا أتكلم عن الانتخابات الأخيرة أفضلت أنت وقلت لي الانتخابات الأخيرة تعكس درجة الوعي رغم أن هناك نساء فاضلات درجة عالية من الكفاءة ترشحوا للانتخابات ولكن تم انتخاب من المرشحين المنافسين المنافسين قد لا يكونوا بنفس المستوى من الكفاءة فبالتالي الناخب يتأثر لأنه صوت واحد فالناخب يتأثر بعدة متأثرات من أبرز هذه المؤثرات هو الإرث الاجتماعي أو الإرث القبلي يعني في عندنا عدة محددات للناخب حتى يدلي بصوتها فبالتالي كانت الضحية هي النساء المرشحات المرأة لما تترشح تترشح مستقلة مستقلة فبالتالي هي لا تنتمي إلى تيار مثل ما قالت الدكتورة ولا تنتمي والرجال فيه مستقلين الرجال فيه مستقلين نجح فيه بعضهم نجح سيقول الكفة هي سواء بالكويت أو غير الكويت زودة التيارات لم يقعد تطلع نساء أو مرشحات نساء إلى الآن ما فيه إلى الآن ما فيه أي تيار سياسي السبب سبب دكتورة معصومة أسأل التيار ليس عندكم هاشتاغ يب تيارات سياسية باعتقادت برأيك أنت هم غير مؤمنين هم غير مؤمنين بالمرأة بأنها تشغل هذا المكان هذا جانب والجانب الآخر الجانب الحكومي يعني سمو رئيس مجلس الوزراء أمام شرائح من النساء في كل التخصصات موجودين ما شاء الله بالكويت فلماذا امرأة واحدة لأن البرلمان امرأة واحدة لا 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 ليس هناك ما يجبر بالعكس سمو رئيس مجلس الوزراء يفترض أنه يقوم بعملية سد التغرى التي أحدثتها صناديق الانتخاب ويرشح أكثر من امرأة يعني عكس توجه الشارع ليش لا عكس توجه الشارع ليش لا ليش لا هذا متأ يعني هاتوجه ناقبين ليش يسمي توجه شارع توجه ناقبين يقلبون عليك ناقبين لا العفو ليش 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 يقلبون عليك إذا أنا قاعد أمشي بعكس توجه مخرجات الانتخابات أو مخرجات الصناديق لا 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 أبدا ليس هناك طيب هذا أمر صحي يعني دكتور معصومة ينا بانتخابات 2009 نأخذ نظريتك نعم أن توجه الشارع انتخابات 2009 أربع نساء وتم تعيين امرأة واحدة زين إذن لماذا لم يسجل ويتناغم مع الشارع لماذا لم يتم تعيين أربع سيدات إحنا نقول بغض النظر أنا ما أي بنظرية الشارع والكفة إرضاء الناخبين أو عدم إرضاءهم أنا أريك من منطوق الكفاءة منصب الوزاري يحتاج إلى كفاءة فبالتالي عندما يتم لأنه منصب ليس منصب شعبي منصب وزاري هذا نعم فبالتالي سموا رئيس مجلس الوزراء أمامه شرائح عريضة من الكفاءات النسائية لماذا يقتصر الأمر على أمرأة واحدة وكفاء هاي سؤال نوجعك زمور رئيس مجلس الوزراء خلصنا النقطة هذه الروح تفضل ذكرني مع أي من النظريات تميلين في موضوع المساواة بين الرجل ومرأة يعني النظرية المساواة القانونية القانونية المساواة القانونية أنت مواطن وأنا مواطنة فبالتالي نحن كل ما ينطبق على الرجل يجب أن ينطبق على المرأة فيما عدا بعض الأمور التي التي تميز بها المرأة التي تميز بها المرأة ويميز بها الرجل مثلا أنا أقول لك الحين مثلا عندك موضوع المؤذن بالمسيد نعم ما أقول لك أن تخلي امرأة تروح تأذن ما أقول لك المساواة المطلقة في هذا الجانب يعني أنت ما تطلبين بالمساواة أنا عندي لا أسمحني لا أفوا أنت عدول لك المساواة المطلقة المساواة القانونية الدكتورة معصومة أنت ما تطلبين بالمساواة بالعدل لا 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 في فرق ما بين العدل والمساواة لا 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 أنا أقول لك المساواة أمام القانون دستورك يقول مو أنا أقول الدستور يقول المادة 29 تقول لك المساواة أمام القانون نحن كلنا متساواة العدل والمساواة العدل والمساواة طبعا هي في النهاية مساواة أمام القانون فبالتالي أي نص قانوني يجب أن ينطبق على الرجل وعلى المرأة مثلاً قانون الخدمة المدنية لماذا أميز فيه؟ وينا عدلنا في 2009 قدمنا تعديلات تقريباً على 15 مادة المميزة ضد المرأة فيينا أنصفنا المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية وللأسف الحكومة أرجعتها لأن وضعنا فيه بعض الأمور اللي تعتبر نراها بأنها تعدل الكفة وضعنا بند مادة عدلناها بأن المناصب القيادية يتم فيها تعيين بحد أدنى 30% بشرط الكفاءة كم رفضة واعتبروا هذا بأنه للكوتا أن هذا مدخل للكوتا في حين أننا نقول 30% من المناصب القيادية للمرأة يعني الحكومة لا ترغب في الكوتا عشان نطلع الفاصل لا الحكومة لا ترغب في الكوتا ولا ترغب في المساواة نعم لكن أنا أقول لك بعد نقطة واحدة بإيجاب هل يعقل اليوم مع زيادة هذا الكم وهذا العلم لدى المرأة بأن المناصب القيادية في جميع أجهزة الدولة لا تتجاوز 6% للمرأة؟ نعم فهنا خلل نعم دكتورة مريم السؤال ولكن الإجابة بعد الفاصل هل باعتقادك أن المساواة بين الرجل والمرأة دائما ما تكون في صالح المرأة؟ الإجابة بعد الفاصل مشاهد الكرام فاصل وانهر لكم من جديد أهلا بكم مشاهد الكرام دكتورة مريم كندري هل باعتقادك أن المساواة ما بين الرجل والمرأة دائما ما تكون في صالح المرأة؟ كيف تكون في صالح المرأة؟ وزميلتي توهم قال من شوي الإستاذ الفاضلة دولك عندنا خلل في وجود هذا البند من المساواة وبالأخص ما يخص المواطن الكويتية مقارنة بأخيها الرجل المواطن فهي عندنا بنود فيها مساواة ولله الحمد أشيد فيها أن لا زال أجر المرأة في جامعة الكويت أجري أنا والرجل الأعزب العضو هي التدريس العزب متساوي هو يختلف عني أعتقد في بدلات الأطفال وبدلات الاجتماعية أعتقد لو كان العكس يعني لو كنت أنا أعتقد فيه امتعاض رح يكون شديد لو أنا أدرس وأحس أن زميلي يأخذ أكثر مني راتب ولكن بما أن البدلات تروح له أعرف أن تكلفة الطفل أكثر من خمسين دينار فلا بأس خل الرجل يتولى الأطفال ويتولى الصرف عليهم زيادة طلبين بدلات أطفال للنساء لا أطالب في هذا الحق لا أطالب اجعله إلا الرجل نعم ولكن في الأجر بالفعل في دولة الكويت المرأة تساوف من حيث الأجر مع زميلها الذكور نعم دكتورة مريم الكندري عنوان حقوق المرأة هل بات شعارا للتكسب في مجالات أو المجالات المختلفة أم أنه حقيقي وشعار مستحق؟ والله يعتمد على أي كلمة أي موضوع ممكن يستخدم في أي مجال فكلمة الحقوق أعتقد نعم يمكن أن يفسرها طرف آخر باسم يعني كل من رفع هذا الشعار صادق بهذه المطالبة؟ والله يعتمد من الذي يريد أن يستخدم هذا الشعار نحن لما نطالب في كلمة الحقوق أعتقد لنا حق أن نطالب في كلمة الحقوق نحن أكاديميين ومدرسين وعندما نقول نريد الحق للفتاة و للسيدة الكويتية إذن بالفعل نحن نسعى كناشطات سياسيات واحد ناشطات كمواطنات في هذا المجتمع الكويتي ناشطات كمتعلمات و لنا الحق في مطالبة بحقوقنا و أنت طالبين بحقوق المرأة؟ دائماً من دخلت الكويت من عام 1991 و حتى يومنا الحالي و سأستمر أطالب لأن أتوقف عن مطالبة دخلت الكويت 1991؟ نعم بعد التحرير آه بعد التحرير لأن طبعاً أنا كنت خريجة و مبتعثة فدخلت بعد التحرير ما يمنع أننا في المرحلة الأولى و أنا صغيرة لم أكن أعلم نحتاج التوضيح و أنا صغيرة لم أكن تعرف أن عندي حقوق مهضومة إلا أننا لم نعرف عن كلمة الحقوق و لكن أمثال السيدة الفاضلة لما كانوا في الأسبق مننا في مجتمعات المجتمع المدني و جمعيات النسائية فهمونا أن هناك حقوق مهضومة فهي سبقتني في هذا المجال أمانة فلما وصلت إلى مرحلة الجامعة و بعدها تخرجت كدكتورة وأستاذة في قسم العلوم السياسية رجعت في عام 1991 و بديت أطالب مع أختي الفاضلة الكريمة بحقوق السياسية و سأستمر في المطالبة كذلك و لن أتوقف و أين تصلون؟ حتى نصل إلى القضاء إلى القضاء فقط؟ لا حتى تكون هناك غاضية تمثل دولة الكويت و تشرف كنجمة موجودة في سماء هذه الدولة بإذن الله بإذن الله دكتورة معصومة مبارك لو أردنا أن نلقي الضوء على موقع المرأة الكويتية اجتماعيا سياسيا مهنيا بالمقارنة مع نظيراتها في دول خليج ثم العالم العربي و العالم الغربي كذلك أين تجدين موقع المرأة الكويتية في هذه المعادلة؟ لا الحمد لله يعني المرأة الكويتية من حيث التعليم من حيث الجانب المهني حققت مكاسب و حققت إنجاز و طبعا هذا ما نتكلم عليه اليوم في 2017 حتى لو سألني هذا السؤال في 1980 أقول لك المرأة متميزة المرأة الكويتية تحصل على الجوانب المتعلقة بالتعليم و في العمل فرص العمل متاحة لها عندنا في بعض المجتمعات كانت محرومة من فرص العمل أو اختيار حتى نوع التخصص كان هناك بعض التخصصات محظورة على المرأة في بعض المجتمعات لكن اليوم تقول لي والله إن المقارنة بيننا وبين مثلا دول الخليج يعني جميع دول الخليج المرأة فيها آخذ فيه التمكين وبعض الدول يعني سبقتنا في موضوع تمكين المرأة و إدراكها لحقوقها لما أقول لك تمكين المرأة الدولة مكنت المرأة أو المجتمع؟ لا لا الدولة لها دور في تمكين المرأة الدولة لها دور مثلا مملكة البحرين في عندهم مجلس للمرأة المجلس الأعلى للمرأة وتابع لرئاسة الدولة تابع مباشرة لرئاسة الدولة و وضع برامج لتمكين المرأة سؤال بهذا الطريق عشان لا يحترق السؤال نفس هذه النقطة دكتور معصومة يعني في أمريكا كانت المرأة قابقوا سين من الرئاسة في ألمانيا وبريطانيا المرأة رئيسة مجلس وزراء في الكيان الصهيوني كانت وزيرة خارجية وزعيمة حزب في الإمارات المرأة رئيسة للبرلمان ما الذي يتطلبه الأمر لكي تتعدى المرأة في الكويت صاحبة التجربة الرائدة منصب النائب والوزير لسيما وزارات وخدمات وعي مجتمعي تام وعي مجتمعي للرجال والنساء وعي مجتمعي ولا وعي سلطة وعي مجتمعي تام لا السلطة السياسية قيادة السياسية لا القيادة السياسية يعني مؤمنة بالمرأة مؤمنة بالمرأة أنا عملت مع سمو رئيس مجلس الوزراء أميرنا الحالي الله يطوله بعمره وعرفت مدى إيمانه وثقته بالمرأة عرفتها لمستها عن قرب لكني تقول لي والله إن المجتمع ككل واعي بأهمية دور المرأة المرأة بنفسها واعية بأهمية دورها لا هناك هنين نحتاج إلى مثل هذه البرامج لتوعية المرأة يعني رسالة العتب توجينها لمن؟ نعم رسالة العتب مش هتبهي لكن دور ما زال ينتظر من يتلقفه دور ينتظر من يقوم به سواء بالنسبة لوسائل الإعلام، البرامج التعليمية، المناهج يعني أدة قنوات وهذا يتحبنا للسؤال الحالي لكن نظل وندور ونرجع بما أننا في قناة المجلس نظل ونقول أن هناك مسؤولية على المشرعين بأنهم يدرسوا ويمحصوا القوانين المطبقة حاليا وينقحوها من أي صفة تمييزية ضد المرأة نعم أي صفة تمييزية كي تقول لي بالنسبة لعلاوة الاجتماعية الأخت الفاضلة تكلمت عنها العلاوة الاجتماعية نعم إذا بما أن الأب هو يعيل الأسرة فالعلاوة الاجتماعية قانونيا تذهب له بالضبط تذهب للأب لما كنا في لجنة شؤون المرأة قلنا لما المرأة تحصل على طلاق بائن لما المرأة تحصل على طلاق بائن نعم والأولاد يكونوا بحضنتها بحكم القانون لماذا تضل العلاوة الاجتماعية عند الرجل؟ ردل عليه السؤال يعني مفروض تردل المرأة المفروض ترجع للمرأة بحكم القانون بحكم هذا القانون الذي يتم نعم نحن نرجع لسؤال التشريعات إن شاء الله دكتورة مريم ما مدى صحة عبارة المرأة عدوة المرأة؟ لا إله إلا الله ما أنا عمري والله أختي فاضرة ما حسيت أن المرأة ما حسيتها ما حسيت أن المرأة عدوة المرأة نحن نشفناها الآن تعاونت واثنينكم بالانتخابات 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 والأخي يتضر عندها خبرة أو المفروض السؤال تسألها لأستاذ الله لا دكتورة مريم لا دكتورة مريم بما أنت أنت ناخبة لماذا المرأة لا تنجح المرأة؟ أنا أعتقد لما في يوم وليام كنا نازلة أخت الفاضلة في مشرب بنت الحساوي كنت أتمنى أن أرى كان في ذلك زمن لا يحق لنا التصويت وكان لزوجة صوت هين فقلت لله عافيك واحد من الصوت منتو بتعطيتش أنا أقول لي هلتش تابين قلت عطى لأختي بنت الحساوي في ذلك زمن فكانت نازفي مشرف فعني ما كنت عدوه لها الجمعية فكانت نازف الانتخابات ومع الأسف ما حصلها ناخبات الإناث أكبر أكثر من الذكور العفو الوعي السياسي عند الفئة والشريحة المرتبطة بالهيئة الناخبة من الإناث صغار السن أو كبار السن أو مدل إيج مع الأسف تم لهم نوع من ما بقول غسيل المخ ولكن تنميطهم وإرجاعهم إلى النمط التقليدي في أن الرجل يمثلش أفضل من المرأة والإساءة التي تمت للأخوات الأربع الفاضلات في البرلمان الأسبق أساء لصورة المرأة ودور المرأة أمانتهم ونحن على يقين أنهم كانوا كفاءات قادرة على الإنجاز ولكن وضعوا عراقيل ومع الأسف الشديد الإعلام أساءل السيدات الأفاضلة الأربعة في ذلك الزمن وأنا أشهد كمتخصصة في علم السياسة وعلم دراسة هذه المضامين الإعلامية أنا أعتقد هذه الإساءة وفضل لا نرضى على الإعلام دكتور ولكن لا أنا ما أرضى أنا جزء من الإعلام أنا عفواً لا أريد أن تقول المرأة ما لها وما عليها لا لا أنا عزة ولكن أنت عفواً ليس الإعلام ولكن متى يسأل المرأة الرسائل الرسائل الإعلام عندما ليس توظف ولكن يفهم من الرسالة إذا لماذا لا نقول المرأة هي من أخفقت في إيصال المرأة؟ لماذا نقول الإعلام؟ الرجل سيطر على المرأة وغير تفكيرها ما أنت صوحت الصورة الحي والجميلة المجتمع التقاليد لماذا دائما نحاول اللفها دكتورة مريم ونقول والله المرأة مو سبب لا لا عفواً أنت لما نتنشأ الإنسان من الصغر على شيء وتكبر على أنه ليس له دور وأنه هو الأضعف وأنه دوني وأنه يستمر مع الأسف الشديد يستمر هذا على فترة جيل أو جيلين تفقد القدرة يعني المناهج فيها مشكلة؟ والله لا أعلم قد يكون لا ليس بالمناهج ولكننا نحن ثنتين من المناهج وخريجات جمع دارس الكويت ما جاءين من الكواكب أخرى ولكن قد يكون البيئة السياسية ودور الأحزاب السياسية أمانة الأحزاب السياسية تعمل دور كبير في غسل مخم مرأة لا الأحزاب السياسية أماتن نعم دكتورة مرصومة ماذا عن نظرية أن أفضل من يشرع للمرأة هي المرأة نفسها؟ هل هي صحيحة أم معكوسة؟ ماذا تقصد؟ من يشرع أفضل تشريع للمرأة هي المرأة نفسها؟ لا نحتاج إلى تشريع واعي أول خلاء أعول أو أرجع لي سؤال دكتورة مرصومة ثلاثين ثانية فقط فقط لا غير المرأة صراحة نظلمها لما نقول المرأة عدوة المرأة المرأة الناخبة عدوة المرأة أنا في أكثر من انتخابات فيست الكفة تقريبا متساوية بين الرجال والنساء ممن صوتوا لي فبالتالي هي مسألة قناعة ومسألة تأثير كذلك المرأة ساعات تقع تحت تأثير المنظومة المجتمعية في بيئتها انتهت ثلاثين ثانية انتهت أفضل من يشرع المرأة هي المرأة نفسها دكتورة مرصوم؟ ليس بالضرورة نحتاج إلى وعي لدى المشرع بقضايا المرأة بقضايا المجتمع ككل وقضايا المرأة وأن يكون هناك حزء نعم المرأة إذا هي متلمسة يعني مناطق الأخفاق في القوانين القائمة مناطق التمييز بالتأكيد هي تستطيع أن لمرأة لا تستطيع أن تعد القانون لوحدها يعني احنا مارسنا أربعة كنا في داخل البرلمان ويعني كنا محتاجين إلى أن نقنع زملائنا كنتم متوافقين في جميع تصويتاتكم؟ نعم متوافقين متوافقين كنا في قضايا المرأة كنا متوافقين مئة بالمئة ولا يمكن أن يمر قانون إلا بتوافق كذلك نيابي يعني كنتوا كتلة؟ ما نسميها كتلة لكن كنا في لجة المرأة ومعظم القوانين التي تهم المرأة كانت تطلع من لجة المرأة وكنا في حالة توافق تام في مثل هذه القوانين لكن عندما يحال القانون إلى المجلس لأجل التصويت عليه بعد مناقشته نحتاج إلى كذلك أن النواب يكونوا متفقين على هذا القانون فبالتالي تعديل القوانين أو سن قانون جديد يحتاج إلى توافق نيابي عقومي وليس هي تشريع أمرأة من ضمن القوانين التي أنا صراحة فخورة فيها في أنها تمت سواء قانون الرعاية السكنية التي شوه بالمذكرة أو اللائحة التنفيذية وقانون إقامة الأجانب قانون إقامة الأجانب التي كانت فيه المرأة الكويتية التي أبنائها غير كويتين كانت تتحسر على إقامة لإبنها أو بنتها بعد بلوقهم سن الواحد وعشرين بعد ما يطلعون من حضانتها فبالتالي تم تعديل هذا القانون وللأسف إلى اليوم هذا تم تعديله في 2010 إلى اليوم كثير من النساء يتصلون فيني يروحون حق الجهات المعنية في وزارة الداخلية يبيعاملونهم وفقا للنظام القديم أقول لهم هذه نسخة القانون أجزها لهم إما بالإيميل أو بالفاكس أقول لهم هذه نسخة القانون روحوا للمطبق للقانون الذي قال لكم تحتاجون إلى رسوم تحتاجون إلى كذا فبالتالي يحتاج أنت كل ما تنتخل فيني في سؤال تأشر لي أن الوقت خلص عشان نطلع فاصل نحن نحتاج إلى وعي تشريعي وإلى أمانة في تطبيق القانون سواء كان هذا القانون يهم المرأة أو يهم المجتمع ككل شكراً اتضحت الصورة مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد أهلاً بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب بضيفتي الكريمتين دكتورة مريم لماذا باعتقادك لم نرى وجود للمرأة في الساحة السياسية خلال القضايا المختلفة على غيرار وجودها خلال فترة المطالبات بإعطاءها حقها في الترشيح والانتخاب أنا أعتقد كانوا مرشحات ممتازات أنا شفتهم إذا ما ينقيب نظن كنت أتوقع أن الأخت فعاد الطرار وعندما نزلت في فترة من الفترات كنت أتوقع أن تنجح وإذا نجحت مثل أختي الفاضلة وغيرها عندهم كفاءة قانونية رائعة لجانب قدرتها على التشريع مثل أختي العزيزة وكنت أتمنى أنها تتوصل إلى الكرسي دكتورة مرأة لماذا تنزلت تطالب بالحقوق القانونية والحقوق الاجتماعية على غيرار المطالب بالحقوق السياسية أنت لا تستطيع أن تنزل لما إلا أن يكون لديك كفاءة قادرة أن تتكلم بناء على أسس وعلى تخصص فأنا أجب لك بس اسم شخص واحد تتمنى تكون في البرلمان الأختي العزيزة تنزل إثارة القضايا يعني النساء نزلنا إلى الشارع وطالبنا بالحقوق السياسية ومهما مجلس الأمة نذكر عن هذه الحضارة أنا أعترفت الفترة الأخيرة انشغلنا في أوضاع سياسية خارجية أكثر أنا بصراحة أمانتنا بتعت عن المسرح المرتبط بالحقوق حقوق المرأة السياسية نتيجة انشغالنا بغضايا مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط فأصبح بالنسبة لي كأنه ترف أنك تتكلم عن البرلمان وعن حقوق المرأة وعندنا قضايا هامة جوهرية في منطقة الشرق الأوسط يعني ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في دول العالم العربي والشرق أوسطي كلها تشكل قضايا هامة نحن متخصصين في مجال علوم السياسية لا نستطيع أن نتبرق إلى قضية تعتبر قضية داخلية فقط دكتورة مريم هل لا زال الرجل هو المتحكم بصوتي المرأة؟ يجوز في بعض الأماكن لاحظت أن الرجل يصر على أن تكون بنته وعياله وذريته ويوعد في الدوانية يجوز أو موجود؟ يجوز لهذا الأمر؟ موجود موجود هذا الأمر يجوز له؟ لا هو لا يجوز له هل أنت قبل 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 قلت لك زوج تصوتي لفلانة؟ هذا التاج راسنا هو بعد أمري قال لي عندي صوتين قال له واحد لك وواحد لي والمرأة ليت تاج راس الرجل لما يقول لها صوتين؟ بس لك الحزة إذا الرجل فرغ يفرض بعض الرجال يفرضون على سيدات البيت أن يكون صوتهم لرجل لا يعطي لها مرأة هو بالنهاي ما يفرض يقول لها صوتين نفس ما قلت لا العفو العفو كيف يفرض عليها؟ هي داخل الصندوق ستصوت لفلانة؟ ايه خلاص يا وعد ما تقدر بعد تتخلي زوجها في بحرج فتعطي الأصوات وأنا أشهد علىها لا أريد أن نذكر أسماء سيدات كثيرات يقول لها أزواجنا هل تؤيدين اللي يطلب منها يقول صوتين لفلان يتؤيدين لا طبعا ما أيد لأن أنا عندي بناتي ما أقول لهم صوتين لفلان نفسي لا صوت أبدا أعتقد أقوم على الحرية منذ الصغر لي ولا الآخرين أحب الحرية لي ولا الآخرين فهم أصحاب القرار في اتخاذ غراراتهم المدنية هذا قرار مدني أعتقد وحق مدني دكتورة معصومة تمكين المرأة مصطلح يتردد كثيرا في فترة أخيرة وهناك مؤتمرات لتمكين المرأة برأيك لماذا تحتاج المرأة إلى التمكين ولماذا تتجه للغير في طلب التمكين من هم الغير؟ الغير المجتمع السلطة الرجل لا لا هناك بعض الأمور التي فيها المرأة تسعى لتمكين نفسها من التعليم العمل وما إليه ولكن تحتاج أن نتكلم عن المرأة لا تتكلم عن المرأة الفردة تتكلم عن المرأة شرائح المرأة تحتاج إلى التمكين شنو هو؟ نتمكنها من أن تقوم بدورها في المجتمع هاي التمكين وهي طبعا لا تستطيع المرأة أن تقوم به مفردة وإنما من خلال مؤسسات سواء مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات مؤسسات الدولة أن مؤسسات الدولة هي التي تحتضن مهمة تمكين المرأة ووصولها بدرجة الوعي أو درجة الكفاءة أو درجة التدريب لأن تقوم بدورها في داخل المجتمع مثل ما قلت لك أن في كثير من الدول أن المجالس العليا للمرأة وطبعا هي موجودة في كل دول العالم إحنا عندنا دكتورة إذا كانت هناك قوانين أو مواد في القوانين تميز أو فيها تمييز ضد المرأة واتصادر حقوقها فلماذا لا تذهب المرأة إلى المحكمة الدستورية لإبطالها لا سيمة وهي تنتهى في المادة 29 من الدستور التي تقضي بعدم تمييز بين الناس بسبب الجنس طبعا أنت تعرف أن قانون المحكمة الدستورية غير مفتوح أمام الأفراد إلا لما تم تعديل القانون الآن مفتوح وإلا الآن القانون لم ينفذ لم يفعل بعد لا فعل القانون إذا القانون مفعل فبالتالي يحق للمرأة بالطب يحق للمرأة بأنها تذهب لتمييز يحق ليش مراحة؟ مثلا في مجموعة من الطالبات ذهبوا في ما يتعلق بالنسبة للتمييز ضدهم في نسبة الدخول للكليات وحصلوا على قرار بهذا الشأن بأن التمييز بين الطلبة بسبب الجنس في كليات مختلفة هذا يعتبر غير دستوري وذهبوا أما ما يتعلق بالنسبة للمرأة تحتاج إلى أن هي تعيي بدورها وكذلك المجتمع يساعدها على أنها تتمكن من خلال مؤسسات سواء رسمية وكذلك الجهات المعنية بقضايا المرأة نية بالنسبة للجزئية المتعلقة بالسؤال اللي مساء سألته اللي هي دكتورة مريم لا لأن في جزئية لازم بإيجاز جديد خلاص نحن نسيتها من كثير ما أنت ترغبت نستيخل نزين دكتورة مريم لم يتحدث لك خمس دقائق سأرد مرة لا سأرد مرة ثانية دكتورة مريم هل حماية حقوق المرأة المختلفة لا تكون إلا بالتشريعات والسن القوانين أم أن هناك مجالات وأمور أخرى تساهم في حماية هذه الحقوق بموازات القوانين والتشريعات من يحمي حقوق المرأة المفروضية أول شيء يجب أن تكون هي على وعي بحقوقها إذا كانت على وعي بحقوقها إذن يجب أن تدافع عنها أما الجهة التي تدافع عنها في حقوقها فهو القضاء والمحاكم موجودة ويجب أن تتجه إلى القضاء فهذا هو الحل الأمثل كمواطنة فأنا أعتقد الرفع الوعي عند المرأة كإنسان بحد ذاته يستحق أن نعمل لها جلسة حوار غير هذا الموضوع لأن ما هو غائب هو معرفة المرأة كمواطنة لحقوقها كمواطنة في دولة الكويت لا زالت غائبة عن الفتاة وعن المرأة من الأيج والسنة الكبيرة سينير ستار هذا جزء غائب هذه الثقافة ليست متوافرة في الوقت الحالي في المجتمع الكويتي نعم السؤال الآن مشترك لك دكتورة معصومة وأيضا للدكتورة مريم بشكل عام كيف ترون الساحة السياسية وكيف تقيمون المجالس المتعاقبة لا سيما المجلس الحالي والمجلس السابق أيضا طبعا في قضايا المجلس الحالي من المبكر جدا أن نحن نقيم المجلس يعني صار له فقط ثلاثة شهور فبالتالي من الصعب ومن غير المنصط أن نبدأ بالتقييم على استحقاقات؟ سوري على استحقاقات؟ بتونشك على استحقاقات للمجتمع ككل على ترتيب أولوياتها والمجلس سابق اليوم نرى بأن المجلس خالي من الأولويات ليس هناك رؤية واضحة لأولويات وعلى هذا الأساس بعض النواب يقفزوا وخاصة النواب الجدد يقفزوا بقضايا ويجعلونها هي قضية الأولى للمجلس والمجلس السابق والمجلس السابق طبعا أدى دوره له ما له وعليه ما عليه كما هاشتاغنا الليلة له المرأة ما له وعليه طبعا كل من يعمل له ما له لأنه نعمل نصيب ونخيب ولكن المجلس قام بدوره في بعض الأمور أجاد وفي بعض الأمور أقل من ذلك ولكن نقول كثر خيرهم نعم دكتورة مريم كندري بشكل عام أيضا السؤال كيف ترين الساحة السياسية وكيف تقييم المجلس المتعاقبة لسيما المجلس الحالي والمجلس السابق أيضا اسمح لي والله أخي أحمد أنا لم أكن متابعة للمجلسين للمجلسين وأصبحت مغتربة سياسيا في دولة الكويت أمانة وأنا أشكرك على أن تضعني هذا السؤال اقتراب بمحظ إرادة هذه كلمة أخيرة تعتبر؟ نعم بمحظ إرادة واختيار من عندي أنت أستاذ بالعلم السياسية نعم وبعيدة عن الشأن السياسي ولا تتابعين أنا جعلت من نفسي مغتربة سياسيا في هذه الفترة حتى أتفرغ لأعمال مرتبطة بأعمال البحثية والعلمية بعيدا عن ما يحدث في الساحة السياسية الكويتية نعم بمناسبة يوم المرأة العالمي إذا فيه كلمة أخيرة والله أنا أقول طول الله عمر المرأة الأم والقيادات التي ساهمت في أن يجعلون المرأة أولا متعلمة وثانيا متعلمة ورابعا وخامسا متعلمة نعم بشارة معصومة مبارك كلمة أخيرة نحنى المرأة ولو كانت تهنئة متأخرة نحنى المرأة في يومها العالمي ونتمنى بأن السنة القادمة تكون هناك إنجازات أفضل للمرأة من المجلس الحالي لأن لا نريد المجلس الحالي يسير بركاب المجلس السابق فيما يتعلق بالنسبة لقضايا المرأة وباكورة النظرة الإيجابية هو مشروع قانون تجنيس أبناء الكويتية فتحية للمرأة أينما كانت المرأة الكويتية المرأة في العالم لعطائها ولدورها في المجتمع وفي تربية النشأ وفي خدمة مجتمعها وما هي طموحات؟ طموحات بأن نكون للأفضل في كل المجالات نعم ضيفتي الكريمتين أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة معصومة مبارك أستاذة العلوم السياسية الدكتورة مريم الكندري شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هاشتاغ لهذا الأسبوع هاشتاغنا الليلة كان بعنوان المرأة ما لها وما عليها نستودعكم في أمان الله اشتركوا في القناة